حرب شوارع تعيشها الحديدة تفخيق للأحياء السكنية والمباني ومخاوف من وقوع حصار يؤثر على حياة الآلاف من الناس الذين ما زالوا يعيشون تحت خطوط النار في المدينة هكذا هو المشهد في المحافظة التي تصاعدت المواجهات الميدانية فيها منذ أيام وزادت فيها وطيرة العمليات العسكرية باتجاه الميناء الذي يعتبر مركز الدعم الرئيسي لميليشيا الحوثي في المحافظة مصادر محلية قالت إن الحوثيين فخخوا مباني سكنية في شارع الخمسين تمهيدا لتفجيرها بالإضافة إلى قطع المياه عن المنازل بعد تعرض شبكة المياه للتخريب بسبب حفريات الخنادق في شارع غزة الشمالي بحي السلخانة وفيما تشتد المواجهات الميدانية يحاول الحوثيون إعاقة تقدم الجيش بعد أن قاموا بإغلاق العديد من الشوارع بمستوعبات الشحن الضخمة وأكد شهود عيان إن الميليشيا تستعد للمواجهة داخل الأحياء السكنية في المدينة بعد تمترسها في شارع الميناء وشارع صنعاء جنوب وشرق المدينة ميناء الحديدة الذي يعد منفذا رئيسيا لعمليات الإغاثة الإنسانية والمساعدات الطبية والذي استعملته ميليشيا الحوثي لأغراض حربية لا يزال يمثل أهمية استراتيجية للشرعية والتحالف باعتباره ثاني المنافذ البحرية الرئيسية لليمن تصعيد عسكري في محافظة الحديدة ومخاوف من كارثة إنسانية سيعيشها أبناء المحافظة نتيجة عدم الالتزام بكواعد الاشتباك وتحويل الأحياء السكنية والمدنيين إلى دروع ووقود للقتال